دكتور متحة الجيار ودكتور شريف الجيار وينضم إلينا الدكتور أحمد القاضي أستاذ اللغة الأردية جامعة الأزهر أهلا بحضرتك يا فهي أهلا وسهلا بيك وإحنا بنتحدث عن عائلة الجيار والنقد يعني ربما نسأل عن العلاقة بينك وبينهم أولا أشكركم وأشكر البرنامج على استضافتي إننا أكون مع هذه الكوكبة من العلماء الأستاذ الدكتور متحة الجيار والأستاذ الدكتور شريف الجيار وعلقت بهم الحقيقة منذ 2015 تقريبا يعني عندما زار الأستاذ الدكتور شريف الجيار الهند بصفته مندوبا أو يعني ممثلا لوزارة الثقافة في معرض الكتاب الهندي فتعرفت على الأستاذ الدكتور شريف الجيار وعندما عدت إلى مصر بعدها بعام في زيارة التقيت بالأستاذ الدكتور متحة الجيار وتعرفت عليه وأخذت منه بعض الكتب التي أفدت منها في الهند وأرسلتها لبعض أقسام اللغة العربية في الهند فأصبح الإسنان علماني بارزاني لأقسام اللغة العربية في شبه القرى الهندية وفي الهند بالتحديد جميل يعني دراستكو النقدية بتدرس في الهند بعض الكتب بتدرس في الهند وبعضها بيدرس في باكستان وبعضها طبعا بيدرس في مثلا اليابان وبعضها في كذا حسب الصلاة الشخصية بيننا وبين الناس المنجودين يعني الدكتور الأحمد القاضي فتح لنا سكة الهند في ناس تانية مثلا دكتور تاكيدة فتح لنا سكة اليابان معرض الكتاب العربي عدت يعني دور عربية فتحت الطريق لباكستان وخذت كل الكتب تعريبا فأصبحت هناك صلة أسيوية عربية مصرية عن طريق الكتاب وطبعا جهود الأساد في تعليم العربية هناك لغير الناطقين بها بيساهم في أن هذه الكتب يبقى لها دور ليست مجرد أوراق على الرفوض بيضافي لذلك أنه الدكتور شريف مثلا راح لأمريكا وراح عدة دول أوروبية وشارك في ندوات ومؤتمرات ثم أهداهم بعد الكتب يستدبع بقى بعد ذلك أنه لما ينزلوا معرض الكتب يدوروا على الكتب اللي شافوها للطلاب وهكذا يعني بتنمو وبستستصبر يعني المسال جميل يعني الكتاب يصنع علاقات ثقافية بين الشعوب دكتور شريف أعتقد أن علاقتك بالهند بدأت قبل ما تروح الهند لأن ألف ليلة وليلة ودراستها النقدية لازم تشتبك الحضارة العربية مع الحضارة الهندية اسمحيلي بس في البداية وبشكر النهاردة حضور الأستاذ الدكتور أحمد القادي لأنه لازم النهاردة أقول للشعب المصري من خلال هذا القناة العريقة أن هذا الرجل هذا المستشار المهم كان مستشارا ثقافيا في ديلهي أو في ني ديلهي في الهند وفي خلال الفترة اللي خدم فيها مصر وخدم فيها الخارجية وخدم فيها وزارة التعليم العالي المصرية في الهند كان رجلا مشرفا إلى أقصى درجة والهنود يعتبرونه يعني جزء أصيل وشكله هندي أصيل أيضا هو خريج جامعة ديلهي هو خريج الهند هو أستاذ وخريج الهند ولكن ما شاهدته هناك إن كان في المعرض كان في السفارة إن كان في الجامعات الهندية لا مصر لا حضور العنصر المصري المثقف الواعي بكلمة الدولة وجدته في هذا الرجل سيد الدكتور أحمد القاضي ويسمح لي بقى أن أنا أوصل تحياتي لسفرنا في الهند السفير حاتم تاجدين هذا السفير أيضا اللي يمثل نموذج مشرف للدولة المصرية في شبه القرى الهندية سيد الدكتور أحمد عارف إن الهند مليار وثلتمائة مليون بمعنى هي بعد الصين في مسألة العدد طبعا لما رحت كوكيل وزارة الثقافة المصرية إلى الهند في المعرض 2015 استقبني هذا الرجل وسندني في وجود جناح لمصر جناح مشرف واللي فسادحه ساد السفير حاتم تاجدين الجميل إن تاني يوم إن الدكتور أحمد دعاني إلى جامعة نيوديلهي ثم جامعة لالنهرو ثم جامعة الملية الإسلامية وبالتالي بدأ مصقف مصري يدخل إلى أقسام اللغة العربية اللي منها مثلا في جامعة نيوديلهي منشئ عام 1908 ولأنشاءه حتى الإنجليز وبالتالي أقسام اللغة العربية هناك هي قوة نعمة حقيقية الجميل إنه الدكتور أحمد إلى جانب المحاضرات اللي عملناها هو يعني عملنا مشروع أتمنى من وزارة الثقافة المصرية دكتورة إيناس وهي أستاذة عظيمة فيه مشروع أنا قدمته ولكن معرفش ليه وزارة الثقافة لم تلتفت إليه إن إحنا اتفقنا مع ثلاثة أقسام للغة العربية هناك هناك بيتعلموا اللغة العربية والثقافة العربية ولكن همهم الترجمة طرحنا ساعتها مشروعة وكان بمسارة الدكتور أحمد حقيق الدكتور أحمد القاضي إن إحنا ناخد مختارات من الثقافة المصرية والثقافة العربية اللي بتمثلنا فعليا كان نجيب محفوظ أو غيره ونبدأ نعطيها لطلبة الماجستير والدكتورات في أقسام اللغة العربية هم يترجمون دون مقابل ونحن نطبع هنا إن كان في الهيئة العامة الكتاب في أقسام الثقافة مركز القومي للترجمة وبالتالي نكمل ما بدأوا الدكتور أحمد وبدأوا صابقون والسفراء العظام ونبدأ نعمل جسور ثقة جديدة عن طريق الخطاب الثقافي لإن علاقتنا بالهند ليست ولدت اللحظة لعلاقات طويلة وعميقة وممتد اللي أنا كمان عايز أقوله إن الهند بالتحديد من خلال سفارتنا هناك هي عمق استراتيجي للدولة المصرية بشكل عام الحاجة الجميلة اللي إحنا أمننا حتى مع الحوار مع الدكتور أحمد بنتمنى أن الإعلام المصري من خلال أي قناة مصرية ولكن تكون باللغة الإنجليزية تكون بالأردو بالهندي لازم تصل إلى القارة الهندية في مليار وثلاثمائة مليون والعلاقات بنا أعتقد إعلاقات حميمة علاقات وطيطة وبالتالي الخطاب الثقافي بقى من خلال مستشار ثقافي واعي زي دكتور أحمد القادي إحنا محتاجين نكمل استراتيجية ثقافية تصل إلى الهند وما جانب الهند دميل يعني اللغة الأردية يعني الهند وباكستان وما حولها يعني منطقة كيف الدراسات العربية هناك أو العلاقات الثقافية المتبادلة كيف هي بس قبل أن أجيب على سؤال حضرتك دعيني أن أوضح نقطة أو أكمل ما قاله سعادة الدكتور شريف الجيار عندما زار سيادته الهند لم يكن في البرنامج إطلاقا زيارة للجامعات الهندية ولكن هذا هو دور المستشار الثقافي ودور السفارة ففعلا في وقت قليل جدا استطعنا أن نرتب ثلاث محاضرات في ثلاث جامعات مركزية لها قيمتها على مستوى العالم كما ذكر سعادة الدكتور الجامعة الملية وجامعة جواهر للنهرو وجامعة نيو ديهلي في الأقسام اللغة العربية والحقيقة أن سعادة الدكتور شرفني وشرف مصر بالمحاضرات التي ألقاها خاصة وأن أقسام اللغة العربية تقوم على الدراسات الكلاسيكية القديمة ولكن عندما جاء الدكتور شريف الجيار وتعرفت عليه وبدأ يتحدث في الأدب المقارن وألف ليلة وليلة وما بين نجيب محفوظ وبعض الكتاب تغور وغيره من الكتاب فكان مبدعا وخاصة أن له باع طويل في اللغة الإنجليزية فأقام مقارنة بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي وبعض المؤلفات الهندية التي ترجمت فكان نموزجا رائعا استدعى مني بعده مباشرة أن أكتب لوزارة التعليم العالي أن أنا بحاجة إلى أستاذ كرسي للغة العربية في الجامعات الهندية وخاصة في نوديله وفعلا أرسلت الطلب لوزارة التعليم العالي لإنشاء كرسي في جماعة جواهر لال نهرو نعود بعد هذا السؤال ربما لم يكتمل هذا المشروع دلوقتي حضرتك ترحت سؤال أهم يعني الدراسات النقدية كيف ترى الأدب الهندي المترجم من الأردو إلى العربية والأدب الهندي المترجم عبر وسيط بالإنجليزية وكيف يدرس في مصر أو في الهند خليني أبدأ بالهند أولا لأنه ربما في مصر البعض يعرف في الهند على الأقل حوالي أربعين قسم في الجامعات المركزية والجامعات الإقليمية منتشرة في جميع ولايات الهند والاهتمام باللغة العربية والأدب الهندي اهتمام كبير جدا في شبه القارة وخاصة في الهند فالأدب العربي يدرس والدراسات المقارنة والنقد وكل ما يتعلق بالأدب العربي يدرس في الجامعات الهندية ومصر تقوم بدور مهم جدا سواء في إرسال الكتب الذي شرفنا بها الدكتور شابيره وكان ممثلا لوزارة الثقافة واخذنا هذه الكتب وفعلا في العام القادم لعام 2015 أنا وسعادة السفير زهبنا وأهدينا بعض هذه الكتب للجامعات الهندية في يوديلهي وطلبنا من الأقسام أن تترجم بعض المؤلفات للأدباء المصريين أو الأدباء العرب وفعلا استتحنا في 2016 وشرفني وشرف السفارة الأستاذ محمد سلماوي لإفتتاح ترجمة عن نجيب محفوظ إحدى روايات ترجمة نجيب محفوظ إلى اللغة الأردية في الهند وتبعها روايات أخرى كانت لمحمد سلماء ونفسه وغيرها من كتاب محمد عبد الحليم عبد الله وعبد المعض حجازي ترجمنا له ديوان شار في الجامعة الملية التي صورتها فالترجمات الهندية للأدب العربي كثيرة جدا تقوم بها هذه الأقسام التي ذكرتها أما بالنسبة للترجمات التي تتم من الأدب الهندي إلى الأدب العربي أو الأدب الأردي كما ذكرت لأن هناك ليس فرق بين الأرد والهندي الفرق فقط في الخط اللغة الأردية هي اللغة الهندية والفرق بينهما في الكتابة لكن من ناحية التعامل اللغتان أو نستطيع أنهما لغة واحدة بخطين مختلفين فالترجمات التي تمت أنا وبعض الزملاء ترجمنا بعض هذه الكتب لكتاب مثلا زميلة وهي تلميزتي وترجمت لي بريم تشند وهي رئيسة قسم اللغات الشرقية في جامعة عين شمس ترجمنا رواية له ونشرها المجلس المركز القومي للترجمة وهناك ترجمات لبعض القصص قام بها بعض الزملاء وبعض التلاميذة أيضا موجودة في المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وأعتقد أن حضرتك شهادتي هذا تم ترجمة بعض القصص للكتاب الهنود في مصر هنا المشكلة في النشر وليس في الترجمة معظم نحن في أقسام اللغة الأردية في مصر نشترط على الباحث أن يترجم أدبا نوعا من الأدب سواء كان شعرا أو نصرا لكتاب اللغة الأردية وجامعاتنا المصرية تحتفل بكثير من الترجمات لكن المشكلة ما زالت في النشر من يقوم بنشر هذه الترجمات هذا ما نطلبه من وزارة الثقافة ومثلة في دكتور الجيار سابقا ولاحقا أو وزارة القناة الثقافية نفسها من خلال هذا الثقافي نطرح عدة اقتراحات يعني على مدى الحلقة كان هناك اقتراحات ثقافية كثيرة يعني ربما دكتور مدحة نلاحظ أن الأدب الهندي كان له تأثير في بداية القرن أو كان هناك حضور لطغور كان هناك حضور لمحمد إقبال حتى منتصر في القرن الآن الأدب العربي لا يتأثر بالأدب الهندي ربما يقرأه مترجما عبر الإنجليزية ما رأيك في هذا؟ طبعا اللغة الإنجليزية بتحول كثيرا ما بين أن نتعامل مباشرة مع الأدب الهندي لكن ما ترجب من الأدب الهندي إلى العربية جدير بأن نتعامل مرة أخرى مع النص الهندي مباشرة أو الخط الأردو مباشرة نحن عندنا في مصر أقسام اللغات الشرقية اللغة الأردو واحدة من أهم اللغات مثل الفارسية والتركية وغيرها من اللغات الشرقية موجودة في كل الأقسام الموجودة في مصر في القاهرة، في عن الشمس، في الجامعات الإقليمية موجودة لكن لا بد أن تستجمع قوة هذه التخصصات في بؤرة واحدة بمعنى أنه لا نطرق الأمر بالصدفة أن جامعة المنفقية تترجم حاجة وبعدين بعد عشر السنين جامعة القاهرة تترجم حاجة؟ لا كل هذه التخصصات المشتركة تجتمع في هيئة مجلس، أو في هيئة استشارية، ونضع لها خطة وبرنامج بحيث خمس سنين، ثلاث سنين، نكون ترجمنا واحد، اتنين، ثلاث أربع دارسوا اللغة الأردية سيطلبون مننا عايزين نترجم كذا وكذا وكذا إلى العربية والعكس، نترجم كذا وكذا وكذا من العربية إلى الأردن الحقيقة إذا تصورنا هذا ونفزناه سنجد نقل ثقافية رهيبة، ليه؟ لا يوجد نص شعبي، أسطورة، حكاية، خرجت من أسيا إلى أراضينا إلا وبرت بالهند تداء من ألف ليلة وليلة؟ نعم وانتهم بكل الحكايات الشعبية والخرافية اللي ترجمت بعد كذا الهند بؤرة ثقافية وبؤرة شعبية، خيال الشعب يعني نادرة وهي مؤسرة حتى الآن وهذا يدفعنا إلى عمل هذه المؤسسية أو هذا التركيب الثقافي أعتقد أنه سيكون مفيد جدا أن تجتمع عشر جامعات على قلب رجل واحد في قسمة الأردو لصناع الترجمة لكذا أو نقل من عربي إلى الترجمة إلى كذا هنلاقي الحقيقة نشاط هائل جدا وأعتقد أنه الاستشارية الثقافية في الهند ممكن تساعد سياسيا في طلب هذه المطالب دكتور شريف يعني تهتم شكل خاص بالأدب الإسلامي وهو يعني بين قسين كده هنترحه نقدياً برضو ونشوف أبعاده لكن هل منطقة أسيا الهند وأندونيسيا وباكستان منطقة أدب إسلامي فعلاً؟ وهل كلها متشابهة فيما يتعلق بتصور أدب إسلامي؟ فعلي الأول أن أقول أن الأدب هو أدب يعني فيه جماليات وفيه شعرية نص ففيه الحد الفني أن أقول أن النص ده أدبي والنص ده غير أدبي فكرة بقى أن نتوجه أنه في بعض الدول نتيجة لتأثرها بالأظهر الشريف نتيجة لتأثرها بالثقافة المصرية بشكل عام مثل إندونيسيا 250 مليون دولة إسلامية كبيرة أن الأظهر الشريف يلعب فيها دور محواري حتى في التفكير حتى في آليات الحياة حتى في التعليم الأكاديمية بشكل عام ده مش معناه أننا أقدر أقول فكرة أدب إسلامي وأدب غير إسلامي ربما الأدب الإسلامي بمعنى أن العصر الإسلام بمعنى العصر الجاهلي فالعصر الإسلامي فالأموي فالعباس وما إلى ذلك دي عصور أدبية ما فيهاش مشكلة خلص يعني النص أنتك في الفترة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الصحابة والتابعون ولكن أنا شايف نسميه الأدب المصري أو الأدب العربي بشكل عام أنا شفت في الهند من خلال طلبة الدراسات العليا لا هم مهتمون بالأدب بشكل عام بمعنى الأدب كل ما يأتي من منطقة مصر بالتحديد والشرق العوسط لأنه أنا عايز أقول حاجة حتى طغور حينما عرفناه لم نعرفه من الهندية لم نعرفه من الإنجليزية أو من المترجمات حتى هذا الشعر أو هذا الفيلسوف لم نعرفه من الهندية بشكل مباشر ربما بعد كده محمد إقبال كان فيه حرص شوية على قبل كده أصلا محمد إقبال كان طغور خاصة بعد حصوله على النوبل فتحت له الدنيا طيب أنا برضو عايز أكره برضو السؤال يعني الهند ممكن شوية عشان دولة علمانية ممكن مفهوم الأدب الإسلامي ما يكونش مطروق يا دكتور أحمد ولا مطروق لا هو مش مطروق أنا أتفق مع سعادة دكتور شريف ما ذكره أن الأدب أدب ولا يوصف سواء كان إسلامي أو علماني أو غير ذلك لأن الأدب له مقومات والمقومات يستطيع أن ناقد أن يقول أن هذا أدب فنيت العمل وهذا غير أدب يعني ليس كل ما هو يعني يكون بالقوافق أطلق عليه الشعر ولكن الشعر له مقومات ولا ستستطيع أن يقول أن هذا شعر وهذا غير شعر فالاتجاه عمتا في الهند لا يمثل أي اتجاه عقائدي ولا يمكن للهند بأي حال من الأحوال نتيجة وجود الطواقف العديدة والديانات وما إلى ذلك أن تتجه باتجاه عقائدي سواء إسلامي أو غير إسلامي ولذلك هما يتجهون ناحية العرب على أساس أن اللغة العربية لغة مهمة لهم وارتباطهم بدول الخليج سواء في العمالة أو ارتباطهم بالخليج بأشياء أخرى سواء كانت سياسية أو غير ذلك فبالتالي أهمية اللغة العربية والأدب العربي مهم لشبه القرى وعلى رأسها الهند الوضع يختلف في باكستان بدون شك طبعا لأننا نعلم أن باكستان أقيمت على أساس ديني ويمكن ده الوجه الآخر ما ينتج في باكستان على أساس أنه دولة إسلامية ممكن الناس يطلقون عليها أنه أدب إسلامي وإن كان لا يتفق أو لا يتفق النقاط على أن هناك أدب أعتقد أن في الهند حتى استقباله سيكون له محادير خاصة نعم 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 طيب نرجع للنقد مدرسة النسوية في النقد أو النظريات النسوية في النقد بيساهم فيها الهنود بشكل كبير جدا يعني ممكن نقدر نشوف أسباب مشاركة الهنود وتراجع المشاركة العربية في الإسلام في نظرية النقدين النسوية أنا بس عايزة أقول حاجة أنه ربما نحن نفكر بطريقة والهنود وإندونيسيا وماليزيا والدول الأسوية تفكر ربما بشكل مغايش هم يتعاملون مع الأدب العربي كما قال أستاذ الدكتور أحمد أنا هأفيد إيه من هذه الحضارة؟ إفت إيه من هذه اللغة؟ إفت إيه من هذا الأدب؟ وده اللي خلاني أقول أكثر من مرة هنا وفي لقاءات أخرى إن أنا بادع وزارة الثقافة لعقل بروتوكول ترجمة مع أقسام اللغة العربية داخل الجامعات الكبرى في الهند اللي أنا عايز أقوله إن كان فيه بقى أدب نسوي أو فيه الأدب الذي تكتبه المرأة بشكل عام أنا أعتقد ربما العادات والتقاليد والكوزمو بلوتانيكي يعني التغير الثقافي أو التنوع الثقافي الموجود في الهند هو قريب يعني مصر لديها تنوع ثقافي في المحافظات المختلفة الهنود عندهم تنوع ثقافي وتنوع لغوي وتنوع في لهجات وبالتالي عايز أقول حتى المرأة الهندية إن كانت تكتب الرواية أو تكتب القصة أو تكتب الشعر أو المسرح هي لها المشكلات اللي ربما قريبة من بعض البيئات الموجودة في القرى عندنا فيه في مصر وبالتالي ما تكتبه المرأة الهندية على المشكلات اليومية لا أقول بقى مشكلة الجسد لأنه خلاص إحنا عبرنا على هذه المشكلة مشكلة التعبير عن المشاعر إحنا خلاص عبرنا هذه المشكلات ولكن أنا أعتقد الدكتور أحمد يعني يؤكد هذا أو ينفيه إنه المرأة الهندية تكتب بأليات الرجل بمعنى المشكلات المطروحة في أزقة الهند وفي الأرض الهندية لأنه الهند كلها مش أثرياء الهند فيها مشكلات الهند فيها فقر الهند فيها مشكلة في الترانسبورتيشن في النقل وبالتالي المشكلات اليومية الموجودة في حياة الإنسان الهندي مهمومة بها أيضا المرأة الهندية ففكرة حتى النسوية اللي بدأت في سنة ستين واتطورت في سنة سبعين مش هي الموجودة تماما الموجودة الموجودة تلتد الوقت الموجودة الجديدة هي الأدب الملتصخ بالواقع ولكن بتعبير أدب يبتعبير فن والدكتور أحمد يؤكد هذا أو يغيره صحيح دكتور أحمد في رأيك لماذا تسهم المرأة الهندية في الأدب النسوي العالمي أو لها تأثير أكبر من المرأة العربية يعني يمكن العربيات يتم عدهم على أصابع الياد الواحدة المؤثرات في الخطاب العالمي طيب خليني بس أوضح نقطة يمكن نختلف فيها إلى حد ما الأديب أديب سواء كان ذكر أو أنثى يعني لا علاقة زي ما قلنا الأدب أدب سواء كان إسلامي أو علماني يعني الأدب أدب المرأة الهندية أكثر تقريبا رغم أنها دولة محافظة لكن أكثر انفتاحا وكما ذكر سعاد الدكتور شريف الجيار هي أكثر ارتباطا بالواقع فالمشاكل التي يتعرض لها المجتمع سواء في الزواج المبكر بالنسبة للسيدات تتولاها الأدبات بشكل كبير جدا في جميع إبداعاتهم كذلك الحقوق المرأة المخضومة في الهند رغم أن الهند دولة علمانية إلا أنها دولة محافظة فمزال الزواج بالنسبة للأنثى هناك مشكلة كبيرة جدا وخاصة الجهاز فكل تقريبا مؤلفات المرأة والرجال تقريبا لا بد أن تتناول هذه القضية سواء كانت شعرا أو نثرا لأنها مشكلة ومعضلة كبيرة ويمكن نسبة الاغتصاب والانتحار بين النساء أو الفتيات في شبر قارة الهندية نسبة عالية مقارنة بالشرق الأوسط أو البلاد الأخرى فبالتالي ما تكتبه المرأة الهندية لا يختلف إلى حد ما عن ما تكتبه أي أديبة أخرى في أي بقاع الفرق فقط في المشاكل المحلية التي تواجهها المرأة ربما الأديبة الهندية تسلط الدوء عليها بصفة أكثر ربما مصطلح النظرية النسوية لا يرتبط بالنوع أكثر مما يرتبط بنوعية الإبداع نفسه بالزبط المقاوم أو الذي يرتبط بالواقع سواء كتبه رجل أو امرأة طيب دكتور مدحط اهتميت بالأدب السعودي أو الأدب الخليجي ورصدت ظاهرة نسوية حتى برضو دكتور شريف عمل نفس الشيء هل ترى بأن ده مؤشر على أن في حركة نقدية ممكن تكون حركة نسوية قادمة مثلا ويسبقها إبداع حيث أن الإبداع سابق على النقد أو النقد السابق على الإبداع الحقيقة المنطقة بتاع الدول الخليجي العربي منطقة لا تخضع لنفس المقاييس في شمال إفريقيا أو في بعض الدولار السوي في حرية للمرأة المثقفة والمبدعة أكثر بكثير جدا من دول آسيوية أخرى وبالتالي المرأة تذهب إلى أمريكا وتذهب إلى أوروبا تتعلم اللغات تعمل في أعبال ووظائف متعددة جدا لكنها حين تعود إلى الكتابة تكتب الفاد الروائي أو الشعري بشكل موضوعي وهذا الأمر يعني أن السياسة تدفع بالمرأة للكتابة المستقلة لو عد إلى الهند مثلا ووجد أندير غادي وهي تقود هذه الأمة كلها وتقود الأحزاب الموجودة رغم أنها في حزب تاني سنجد أن وجود امرأة على رأس السلطة يساعد المرأة في مجالات أخرى على أن تبرز لا تضطهد وأعتقد أنه بعد الروايات الفرنسية والإنجليزية عرضت على أو تعرضت لي موقف المرأة في الزواج وطبعا كان فيها عداد قديمة جدا لحرق الزوجة مع نعم معالة الساتي كان فيه تعذيب يعني إلهي وتعذيب بشري أعتقد أن هذا الأمر انتفى تماما من الهند وأعتقد أيضا أن المرأة الآن بتقود حملة ثقافية مهمة جدا وتتقدم نفس الأمر في الخليج العرب لكن هل يمكن أن نجد ملامح مشترك بين إبداع سياوي سواء كان هندي أو تركي أو إماراتي هذا هو السؤال للمختصين في هذا الأدوة يعني سؤال برضو يخص الحركة النقدية العالمية ونختم به حلقتنا النهاردة بنجد أن الهند مشارك بارز في نقد الحداثة وما بعد الاستعمار ما السبب في بروز الهند في هذا النوع من النقد والمشاركة في نقد الحداثة رغم أنها يعني ما زالت دولة فيها مشاكل تنموية كتير جدا زي ما حضرتك ذكرت أنا عايز بس أؤكد في الأول في مسألة المرأة الهندية هي لي أصبحت منتشرة كده على مستوى العالم لازم نؤكد أنها تمتلك اللغة أو لغة الاقتصاد واللغة الإنجليزية بأنه ما فيش حد في الهند حتى لو سواء التوكتوك البسيط والرقشة والحاجات الجويلة دي هو يعرف الإنجليزية جيدا وتعرق والدهب الستة الهندية أكتر ستة عندها دهب في العالم نعم يعني فهندها قوة قوة صديق قوة يعني أغل المرأة في العالم وبالتالي هي تمتلك لغة الاقتصاد الثقافي لغة صناعة الثقافة يعني أنا قابلت في إندونيسيا كذا أستاذة من الهند وهي تقييم المحاضرة هي مبهرة هي أتراكتف جدا جاذبة لأنها عندها خلفة الظل وعندها وعي بالثقافات المختلفة وعندها لغة التواصل اللغة الإنجليزية بقى التحديد فعندها حضور وعندها وعي لأن الهند بلد حضارة يعني بلد حضارة عميقة يعني اللي ربما بقى البوست كولوني رازم أو ما بعد الاستعمار الهند شافت استعمار خاصة استعمار الإنجليزي يعني فترات طويلة جدا نعم وده اللي بالمناسبة برضو الدكتور أحمد يأكدولي ولا حتى لغتهم هم ينطقونها الإنجليزية بأليات هندية نعم وده يعني حكية لي في الهند أنه ربما حتى يستطيعوا أن يقيموا مقاومة للاحتلال الإنجليزي أنه ما يعرفش يفهم اللغة اللهم بينطقوها وبقى فيه بعض الغاز كده في النص الهند الطيبة والهند الميت حاجة كده بالتحديد بالتحديد أنا شايف دراسات ما بعد الاستعمار هي موجودة ومسألة نقض الحداثة هم وصلوا دلوقتي لمسألة يعني ما بعد الحداثة بمعنى أنه بدأ يكسر أي مركزية ما فيش حاجة اسمها أحلام كبرى ما فيش حاجة اسمها موضوعات كبرى ودي أنا أعتقد بنسميه النقد المالي بقى فكرة النقد الذي يلعب لعبة الاقتصاد زي ما العولامة جت وكسرت كل الأحلام الكبرى أو القضايا الكبرى أنا أعتقد ما بعد الاستمار وما بعد الحداثة خاصة في الهند ومنطقة أسيا بالتحديد هم يبحثون بقى عن الموضوعات يسميها الموضوعات طويلة الأجل بمعنى لو المرأة مظلومة في مجتمع الهند هم مش هيبصوا لمشكلات العالم برا إلا لما يشوفوا مشكلاته بالداخلية المشكلات الصغيرة لأن الهند بالمناسبة رغم كل المشكلات اللي فيها دكتور أحمد قال اختصاب في مشكلات في بعض الفقر في مشكلات في كذا الهند دولة صناعية مهمة دولة على صعيد التكنولوجي بتدي أمريكا الآن الهند بتدي التكنولوجيا في الكمبيوتر ومسألة الحاسبات ومسألة البرمجة هم متفوقون جدا اللي أنا شفته في الهند يؤشر أنه حتى أنا قلت في كذا لقاء تلفزيوني أنه العلاقات المصرية الهندية علاقات قوية ولكن لازم كمان نمد جسور الثقافة نمد جسور الاستثمارات جسور الصناعة بشكل أو بآخر لأن الهند حتى في الدراسات النقدية هي دراسات متقدمة تماما يعني إحنا للأسف وقت البرنامج انتهى لمة عيلة الجيار ساعدنا بوجودكم دكتور مدحة الجيار دكتور شريف الجيار شكرا جزيلا وضفنا على شرف هذه العائلة دكتور أحمد القاضي أستاذ اللغة الأردية جامعة الأزهر شكرا لحضرتك شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير وأعتقد أن احنا ممكن نفتح مجال كبير جدا للعلاقات الثقافية العربية الهندية والتبادل الثقافي والتجارب التاريخية والاستعمارية والأساس الحضاري القديم لمصر والهند محاور كتيرة جدا دراس مشترك بيننا وبينهم كبير أولا بشكركم جدا سعيدنا بوجودكم ألف شكرا لكم كل عام وأنتم بخير نحن نشكر جدا وبدأ نشكر الأستاذ ذهبه أيضا وبنشكر القناة الثقافية وإن شاء الله نسعد بيكم مرات ومرات مع ضيوف وآخرين شكرا لكل الأصدقاء اللي حضروا اليوم طبعا وعلى رصيم الأستاذ الدكتور أحمد القاضي أسعدتونا وكان وجودكم ثري جدا لأنكم طرحتوا مشاريع وأفكار مهمة على هامش موضوعاتكم الأساسية وده كان ثري جدا كل عام وأنتم بخير مجاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير شكرا لكم وإلى اللقاء وفريق عمل آخر جدا إن شاء الله